السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف السادس لابتدائي مدارس الرقيل الأهلية أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل عام وأنتم بخير هنبدأ اليوم في مهارات القياس لمادة العلوم نبدأ في الجذول صفحة 183 وحدات القياس والأدوات المستخدم المستخدم درجة الحرارة تقاس بأداة تسمى الثيرمومتر أو مقياس الحرارة ووحدة قياس الحرارة هي الدرجة السليزية الدرجة السليزية درجة تجمد الماء هي صفر درجة سليزية ودرجة غليانه يغلي الماء عند درجة 100 درجة سليزية سين يباختصار لسليزية اثنين الطول والمسافة يقاس الطول أو المسافة بأداة لو كانت المسافة قصيرة أو طول جسم قصير يستخدم المسطرة أما إذا كان مسافة طويلة يستخدم الشريط المتري ووحدة قياس الطول أو المسافة هي الكيلومتر واختصار لها كاف ميم أصغر من الكيلومتر المتر وكل كيلومتر يحتوي على ألف متر أصغر من المتر السنتيمتر واختصار لها سين ميم أصغر من السنتيمتر ملي ملي متر هذه وحدات قياس الطول ثانيا أو ثالثا الحجم يقاس حجم السائل بأداة تسمى كأس القياس أو الكأس المدرج كأس مدرج ووحدة قياس حجم السائل هي اللتر وكل اللتر يحتوي على ألف ملي لتر اختصار مل يبقى ملي لتر أو السنتيمتر المكعب سين ميم تكعيب هذه معناها سنتيمتر مكعب وهو الواحد ملي لتر هذه كلها وحدات قياس حجم السائل أربعة الكتلة كيف تقاس القتلة بأداة تسمى الميزان وهذه نوع من أنواع الموازين الميزان ذو الكفتين ووحدة قياس الكتلة هي الكيلو جرام وكل كيلو جرام يحتوي على ألف جرام واختصار لها جيم ميم واختصار للكيلو جرام كفجيم ميم كيلو جرام هذه وحدة قياس الكتلة أخيرا الوزن يقاس الوزن بأداة تسمى الميزان الزنبوركي وحدة قياس الوزن هي الميزان الزومبوركي ووحدة يقاس بأداة تسمى الميزان الزومبوركي ووحدة القياس هي النيوتين كل واحد كيلو جرام له وزن 9.8 نيوتين كيلو الواحد هذه كتلة يساوي وزن 9.8 نيوتين مهارات أخذ القياس درجة الحرارة نجيسها بالثيرمومتر وهذه نوع من أنواع الثيرمومترات لو عندك ثيرمومتر في البيت يا بطل جيس درجة حرارة الهواء تسيبه في الهواء يجيس درجة حرارة الهواء إذا كان مخصص لقياس الهواء وفيه ثيرمومتر مخصص لقياس درجة حرارة الإنسان اللي هو يوضع تحت اللسان أو في الأذن طبعا داخل الثيرمومتر في سائل إما كحول أو زئبق يرتفع بارتفاع الحرارة تشوف نهاية التدريج كام يبقى هذه درجة الحرارة الطول بالمسطرة يا بطل وابدأ جيس بشبك ورق أو قلمك الرصاص وابدأ من الصفر إلى نهاية القلم شوف قلمك الرصاص كم يكون طول وهذه مهارة قياس الطول الزمن يقاس بأداة اللي هي الساعة أو ساعة الإقاف فهذه لمعرفة الوقت المستغرق لحدوث عمل ما ممكن أستخدم الميزان لو أنت عندك ميزان في البيت تقدر تستخدمها في مهارة قياس الوزن تضع الموازين المكتوبة على كفة وتضع الشيء التي بيتوزنها على الكفة الأخرى إليه يتساوى الكتلتين معا هذه كتل معلومة مكتوبة عليها خمسين جرام ستين جرام ميت جرام وهذه الشيء اللي تبي تقيس الكتلة حق هذا الميزان الزنبركي لقياس الوزن والحجم ممكن أستخدم كأس القياس أو الكأس المدرجة لو أنه عندك كمية من الماء وتبي تعرف كم حجمهم تسكبهم في كأس مدرجة وشوف كام التدريج وصل لحد كام طيب معك حجر وتبي تعرف حجم الحجر هستخدم كأس مدرجة ووضع فيها كمية من الماء وشوف الكأس تدريج الماء وصل لكام وليكن ميتين وخمسين ميلي ثم أضع الحجر داخل الماء برفق ألاقي إن المياه ارتفعت زادت من ميتين وخمسين مثلا إلى ثلثمية وخمسين يبقى إذن حجم الحجر لحالة ثلثمية وخمسين طرح ميتين وخمسين يساوي ميت سنتيمتر مقعب هذه وحدة قياس أو طريقة قياس كمية من السائل وأيضا جسم صلب لا يذوب في الماء مثل الحجر ممكن بعد ما أعمل قياسات أستخدم أنظم البيانات ممكن أستخدم رسوم بيانية مثل الأعمدة هذه هذه اللي نستخدمها في الرياضيات لتنظيم البيانات تسمو رسم بياني بالأعمدة ممكن أستخدم تمثيل بياني بالدوائر زي كده ده رسم بياني بالسبب الدوائر هذه يوضح مثلا عناصر الغلاف الجوي بالنسبة الماءوية ألاقي النسبة الأكبر اللي هي النيتروجين 78% الاكسوجين 21% عناصر أخرى 1% عشان يكون مجموعهم 100% هذا رسم بياني بالدوائر أو ممكن تمثيل بياني خطي هذا يمثل السرعة مع الزمن السرعة مع الزمن هذا أنواع من أنواع الرسوم إما الأعمدة أو الدوائر أو التمثيل الخطي بعد كده ممكن أستعمل الجذاول لحفظ البيانات زي ما يجيس كثافة بعض المواد المادة والكثافة تقدر تنظمهم في جدول أو أستخدم خريطة مفاهيم مثل خريطة الصخور أو الخرائط زي الموجودة هنا ونستخدمها في مادة الاجتماعيات ومناطق التوقيت المعياري يستخدم الجدول الدوري لتنظيم عناصر الجدول الدوري كل الأشياء أو العناصر المتشابهة مع بعضها ويعطوها لون مميز هذه لون وهذه لون زي ما درسنا والأزرق هذه الفلزات هذه اللون الأخضر أشباه الفلزات واللي على اليمين اللونها أصفر هذه اللافلزات هنتوقف عند هذا الحد وهنبدأ إن شاء الله في صياغة المصطلحات من الحس القادمة أو القانون أو أول مصطلح هنبدأ به قانون حفظ الكتلة وقوانين نيوتي هنكتفي بهذا القادر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته